اشتركوا في القناة ويرد على عدم استدعائه للائحة الأسود بحضور إغمان وشادي رياض عيصام شرعي يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لودية العراق والدومينيكان استعدادا لأولمبياد باريس 2024 تصريح إيريك تينهاغ يتير قلق الدولي المغربي سوفيان أمرابادا داخل فريق مونشي سيريونيتا فعاليات الهلال السعودي تتجند من أجل حارس المغربية ياسين بونو أفات البلاغ لوزارة الشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تؤكد دعمها التام لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في ترشح لإحتضان نهائية كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034 وأوضح البلاغ أن هذا التأييد يأتي من منطلق الروابط القوية التي تجمع بين صاحب الجلال ملك محمد السلس نصره الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزاراء وأكد البلاغ أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملكة حفظه الله على ثقة ثامة من قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذه الفعاليات الرياضية الكبرى لما تشهده من نهدثة موية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود بها توج المحترف المغربي في نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي بجائز أفضل لاعب في الدول الإماراتي لشارش تنبير المنقذية ونشر الحساب الرسمي للدول الإماراتي عبر موقع إكس خبر فوز رحيمي ملعلق عليها يصنع الفارق بلمساته وأهدافه الرائعة سفيان رحيمي لاعب العين يفوز بجائز أفضل لاعب عن شارش تنبير 2023 في دور أدونك للمحشرفين وكان المغربي سفيان رحيمي ينافس كلام من فيدريكو لاعب الشباب الأهلي وأليخاندرو وكيبانو لاعبي الجزيرة ثم هاريس سيفيروفيتش لعب الوصل على الجائزة الأفضل للشهر الماضي ويأتي تتويج سفيان رحيمي بهذه الجائزة بعض العروض الذي قدم رفقته فريقه العين حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف بعد مرور أربع جوالات من الدول الإماراتي وبهذا التتويج يرد سفيان رحيمي بطريقة غير مباشرة على الناخب الوطني الوليد الرجراجي الذي استبعاده من لائحة الأسود بأنه قادر وبإمكانه تقديم الإضافة للائحة المنتخب المغربي في ودية الكود ديفوارا ومنتخب ليبريا أعلن عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي عن قائمة الفريق الوطني لمستدعات لودية العراق والدومينيكان في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبيا في باريس 2024 ولهذا الغراد وجه الشرعي الدعوة إلى 28 العبان ويتعلق الأمر بكل من حارس المرمى علاء بالعروش غنيمي رشيدة مغوي إلياس حسب وليد خدفاء تغيم تميس جرومي مضياء الدين محمد وليد شادي رياد الوافع أيمن جباب محمد بوك أمير مهدي عمراوي أيوب أكرم نقاش زكريا البيب وخط الوسط موفق أيمن وشواري بن يمين وكليل ياسين العينوي نيل طه يونس كشط ياسين ويهجوم الوحد زكريا الدروي الشهيب جبري سليم مولي الأيمن الرحاني عبد الله البكراوي يانيس ووزاني أمين وإغمان حمزة وتخوض النخبة الوطنية يوم السادس والتاني عشر أكتوبر المباراتين الوديتين أم منتخبي العراق والدومينيكان على التوالي استعدادا لأونبيت باريس الفين واربعة وعشرون يشعر صفيان أمر بط بقلق كبير بعد تصريح الذي أدل به مدربه في مونشيستر يونيتد إيريكتين هاغ يقبى خسارة الفريق أمام ضيفه غير تصريح ثركي بـ 3-2 في الجولة الثانية من منافسة دور المجموعات بعصبة الأبطال حيث أكد عدم شعوره بالقلق إزالة إمكانية الرحيل أو الإقالة من منصبه بسبب تولي النتائج السلبية وأنه لا توجد أعضار لأداء الفريق المتواضع ولن يكون رحيل تنهاغ في صالح أمرابط بالتأكيد حيث كان السبب في انضمامه لصفوف شياطي الحمر في اليوم الأخير من فترة المركات الصيف المنصرم كما كان مدربه في الفريق السابق أولتريغت في هولندا هو يدين له بالكثير ويشعر معه بثقة كبيرة ويعاني يونيتد من أسوأ بداية للموسم منذ عام 1986 بالرغم من أنه قدم أداء قويا في الموسم الماضي وحقق نتائج رائعة تجندت فعاليات الهلال السعودي من أجل مصلحة المغربية سين بنو وضعت الصفحة الرسمية لفريق الهلال السعودي مناصري النادي للتصويت لصالح تتويج بنو بجائزة أفضل حيث مرمى في العالم ونشرت الصفحة الرسمية الرابطة بالتصويت مرفوقة بتعليق كثب علي هدي مديم أبونو وينتهي التصويت غدا الجمعة إذ يتنافس بونو مع كل من تيبو كورتوى وإدرسون وأونانا وتيرشتيغن للفوز بجائزة الكبرى وتعلق بونو مع إشبيا اتساهم في عدم نزوله إلى القسم الإسباني الثاني كما قاد الفريق للتتويج بكأس الدولي الأوروبي على حساب روما الإيطالية ويتطلع أبونو هذا الموسم إلى قيادة الهلال للتجويج بلقب كأس العالم للأندياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر